السلام عليكم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البلاد اليوم سعيد بأن ألقاكم في حلقة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة وفي هذا اليوم اليوم العالمي للسعادة نطرح سؤالا كبيرا ربما تتمحور ضمنه الكثير من القضايا والنقاط التي لا تنتهي سنحاول أن نحصرها ربما ونحددها في أمور معينة حتى نناقشها في هذه الحصة السؤال هو هل الجزائريون سعداء؟ هل الشعب الجزائري سعيد؟ طبعا دائما وكجميع الأسئلة تنقسم الإجابات بين من يعتبر بأن السعادة بعيدة وبعيدة وبعيدة جدا عن واقع الجزائر نطرح السؤال لماذا؟ يقول لك حزمة كبيرة من المشاكل التي تعيشها الجزائر والشعب الجزائري الجزائري الذي يستفق صباحا في طابور للحصول على كيس حليب الجزائري الذي ربما الكثير من الخدمات اليومية هو جد متخلف وبعيد عن المستوى العالمي وحتى الإفريقي المجاور الجزائري الذي دائما في رحلة البحث عن السكن والبحث عن العمل والبحث عن ظروف الحياة والبحث عن الأجر الذي يحمي كرامته أين هو وأين هي السعادة؟ لكن بالمقابل هناك من يقول لننظر إلى الأمر بموضوعية واقعية الشعب الجزائري يعيش حياة كريمة ويعيش حياة آمنة ومستقرة يحسدها عليها الكثير من شعوب العالم في الجزائر السكنات الاجتماعية توزع مجانا في الجزائر القروض تعطى بمئات الملايين وحتى بالملايير هذه هي الجزائر التي يقول أنصار هذا الرأي التي لا يجب أن نسود الوضع فيها ولا يجب أن نخوض كثيرا في تسويد الوضع وفي تيئيس الشباب الجزائري ونقول أنه دائما توجد سعادة ويوجد أمل على هذه الأرض الجزائريون والسعادة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة موضوع حلقتنا اليوم الذي أسعد أن أناقشه رفقة كل من السيد عارف مشاكرة الكاتب والإعلامي أهلا بك السيد مشاكرة أهلا وشكرا على الاستيار مرحبا وأيضا رفقة السيد حمزة بركاني الناشط الحقوق في تسويد الوضع وفي تيئيس الشباب الجزائري ونقول أنه دائما توجد سعادة ويوجد أمل على هذه الأرض الجزائريون والسعادة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة موضوع حلقتنا اليوم الذي أسعد أن أناقشه رفقة كل من السيد عارف مشاكرة الكاتب والإعلامي أهلا بك السيد مشاكرة أهلا وشكرا على الاستيار مرحبا وأيضا رفقة السيد حمزة بركاني الناشط الحقوقي المدافع عن البطالين أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك أولا بداية لماذا هذا التكشير يعني بداية بنسبة اليعالمي للسعادة يعني أهم شيء لما قدمتكم كنتما يعني في حالة من الانقباض لست أدري لكن أترى عليك السؤال أستاذ عارف مشاكرة نعم أولا هل سيتعارف مشاكرة سعيد وهل يرى أن الشعب الجزائري سعيد سؤال أساسي وربما ساذج لكن نبدأوا به الحصة هي أولا الحمد لله على كل حال هي أولا شكرا للاستضافة مرحبا بك وحيي كل المتابعين ومشاهدين تقناة البلاد على قناة المحترمة والضيف الكريم بركاني فقط نشير المشاهدين أن تشابه في ربطات العنق هذا لا يقلق المشاهدون بشأن الحيال تشابه ربما صدفة نعم المهم هي يعني كل واحد كما نقولها بالشيء يعني نتكلمه شوية باللغة العامية كل واحد يشوفه شروعه يعني الحمد لله يعني اليوم نحن شعب الجزائري كان عندنا سلبيات كان عندنا إيجابيات كان هناك إخفاقات كان هناك أمور كثيرة لكن لما لسيء لو نقارن بيعني دائما لما نقارن يعني اجتماعيا هي نقارن بمستوياتنا لكي لا نكون مثل بعض السجد أو بعض المسؤولين يقول لك يتكلموا على سويد لو دول أوروبية ونحن نقارن بدول المجاورة دول الأشقاء نهدروا قيسنا نعم يعني هذه لازم بشروعه ما يكذبش على روحه ما تقدرش أنت الجزائر في دولة من دول العالمية يعني دول النامية أنها تقارن روحها مثلا من دولة أوروبية اللي راه هي يعني في دولة نامية نتكلموا يعني علميا وسوسيولوجيا لما نشوفه نحن الجزائر في المنطقة تعنا منطقة الساحل أو في كل الدول العربية لما نقيم نقيم لما نقيمها بهذا المنطق لو نرى لكي أكون صادق مع المشاهد لو نرى يعني لو نقارنها بدول الأشقاء أو دول ما يحدث في دول الجوار نرى أننا أحسن منهم ألف مرة لكن لو نقارن يعني وضع الجزائر مع طاقتها يعني مع الموقع التي تستاهل الجزائر يعني يجب على الجزائر كما يجب أن تكون أن تكون هذه لو منطقيا يعني شوية وضع كارثي لأن الطاقات الموجودة والخيارات الموجودة وكذلك القاعدة يعني الاجتماعية التي أو العلمية لعندنا أو الطاقات يعني الجزائر تقدر تكون في ريادة الدول النامية لكن نحن دائما كما أقولها يعني لو ترى من منظور آخر كما نحن نقولها دائما يعني كل واحد يشوف من الزاوية نتعه لو نشوف من الزاوية على الأشقاء أو تعدو العربية أن هذه الجزائر يعني الحمد لله يعني شفنا واشترا وصار في كل الدول الجزائر الآن يعني يعني الحمد لله أمن يعني تأمن بالأمن وكذلك أمور كثيرة لرا هي تحسد عليها حتى الأشقاء يحسدون عليها لكن لو نقارنها بطاقتها كما أقولها وأعيدها مع مكاسبها هي يعني أمر غير مرضي خلنا نشوف سي حمزة بركاني نفس السؤال حمزة هل أنت سعيد كشاب جزائري وهل ترى أن الشعب الجزائري سعيد الله العكس تماما السعادة غير متوفرة بالنسبة لي كفرد وبالنسبة للشعب هذا اللي يعني كن نحطوه على مؤشر السعادة العالمي مؤشر رحين طاحر يعني ليه سودتها يا راجل والله أقل علينا يا رجل هذه قضية تسويد هي قضية معطيات رحيم توفرة وقضية مستوى معيشة الناس رهم يعيشوه وقضية يعني شعور الأفراد بالسعادة أو بالريضة الناس اللي تنضع لربعة على الصباح باش تدير لشان على الحليب ولا على الخبز ولا الناس اللي تنتظر السكن عشرات السنين من المستحيل أنها تكون سعيدة الشعب اللي يعيش في دولة حكومتها صرفت ألف مليار دولار في تسعة عشرين سنة وما الحقو مدى منها والو أبسط الحقوق وأبسط الواجبات اللي يكفلها الدستور اللي يكفلها القانون ما كانش كيفش رح يكون سعيد وكيفش رح يعيش هذه السعادة واللي يحسلها كي تشوف أعداد الحرقة أو أعداد المنتحرين حرقا أو أعداد المرضى أو أعداد المعوقين والحالة اللي يعني اللي كثير ميقوس منها اللي في طريق الهجرة والغير شرعية ولا الحرقة يعني تشوف أرقام يعني فضيعة وفضيعة جدا وأمام تفكك اجتماعي وانهيار خطير للمقومات الأسرة والمجتمع بالمؤشر الحديث يعني مؤشر الحديث اللي يقيم المجتمعات ويقيم الأفراد ويقيم الأسر ويقيم المستوى التعليمي المستوى الصحي المستوى الاجتماعي المستوى المعيشي الدخل الإضافي ولا غير ذلك يعني من الدعم الاجتماعي اللي يتحصلوا عليها أقلية في انتظار الجديد والوعود الكاذبة اللي راي تجينا من السلطة الحاكمة حقيقة الفساد مستشري مستوى الحرية عند الأفراد رايقل يوم بعد يوم مستوى الصحة والتعليم ما رايك تشوف فيه كثرة الإضرابات والإحتجاجات من أفراد نخبة أفراد عاديين الأطباء والأساتذة والنقبيين والعمال والموظفين بالنسبة للمستوى التعليمي للمستوى الجامعات الجزائرية صحيح كان كلمة فقط عنده حق في كلمة لكن فقط بركب على كلامه الأستاذ بركاني هي صحيح هناك كما قال قبل قليل المشاهد الكريم فقط لكي يقارن منه هناك من ينظر صباح قال لكي راح يجيب الحليب لكن أعترف أنه هناك شباب وهناك جزائريين يرقدوا حتى الوحدة العشية ويستنى حتى والديه وأمه لأننا لا أعرفوا هذه كامل الجزائريين مع طرفين بيها أنه كين ناس تنوض بك اللي يتكلم عليهم صح موجودين وهذه القليل القلة هي الأم والأب هم المسؤولين هذا من الأرباب تالعائلات الذين هم يكدون ما يجدون من أجل معيشة أولادهم لكن ننسى الطرف الآخر لهما أكثر إذا كان هذا اللي يتكلم عليهم صح موجودين هذا كلام لا أقول أنه غير موجود ولا من ناس اللي يغطيوا الشمس بالغرباء صحيح هناك ناس اللي تنوض وهناك المشاكل مثل ما قد مش حال هذا مش حال هذا ياسي بشكرة هذو يمثلون القلة كما الأم والأب لكن أنت سبع أفراد من العائلة هناك شباب يرقد احتلوا أحدة أصباح احتلوا أحدة العشية بعد الظهر ونبي يقول لك أنا ما عنديش ظهر هذه أمور صارية هذه أمور كأن هناك واحد ما تدرسش ما عندوش حتى شهادة يحب يكون مدير هناك من أكتعرف الله أصبحنا الآن نلجأ إلى اليد العاملة الخارج اللي جاية من إفريقيا وكذلك الصينيين لما يقبلوهمش عند كثير من المقاولين أصبحوا الآن يستنجدون في اليد العاملة الخارج لازم يشوف نتكلموا حقيقة الشباب يتقلش ويقول بل يبعطت لش حقوق هي هذه المشكلة هذه تكلمت عليها أكثر من مرة ولم يستبعوا بها العقول أكثر من مرة هي ثقافة ثقافة الآن نشرت في عقول كثير من الجزائريين أعطيني حقي الجزائر إنها غنية وتكلمنا عليها بالأرقام تكلمنا بالأرقام وقلنا أنه الجزائر ما تجنيه من أرباح في العام من البترول الذي يتكلم عليه الكثير هي لا تتعدى مئتين مليار دولار لكن هل هذا الكلام استعار في مشاكرة هو أيضا قال كلام أنه عديد القطاعات راهي في فوهة بركان من الصحة إلى التعليم المدارس العليا الأساتذة النقابات حراك كبير يقول لك أين هي الجزائر هذه التي تعطي السعادة لما نشوف هذه المشاهد صحافة يوميا أكيد ركت تطلع صحافة وطنية في الصفحات الأولى القطاع الكلاني يضرب القطاع الكلاني متجمد القطاع الكلاني في كف عفريت وما إلى ذلك صح صح أستاذ قل لي بركان تكلمة واحدة جونم صراحة كل هذه الأمور وكل هذه الإضرابات التي تأتي في وقت واحد ونشوف الضغط انتح لروساري في كل المجالات هل هذا صدفة؟ هل هذا صدفة كل ما يحضر؟ أسمح لي نعم أسمح لي لكن لما تنظر إلى القطاعات قطاع كله على حدة تفهم في أمور منطقية أدت إلى هذا أمور المنطقية الأساتينا من عام 2015 وعندهم اتفاقية مع وزارة التربية ما تنفذتش الأطباء المقيمين من 2012 عندهم مطالب وما تحركتش وما إلى ذلك هذه المطالب الاجتماعية هي موجودة في كل الدول نحن كإعلاميين ولا كباحثين نساند هذه المطالب الاجتماعية لأنها مطالب اجتماعية لمكاسب اجتماعية نقولها دائما نحن من مسنين لكن الطريقة التي نراها فقط أريد أن ألف انتباه الكثير من الأطباء وكما البارحة كان هناك إضرابة الأطباء كان هناك منعوا زملائهم هذا ليس إضراب راقي الأطباء مستوى أنا أندهش من تصرفات بعض الأطباء وبعض المضربين أنك إذا كانت فكرة أنت تريد أن تضرب البارحة كانوا في لفاك ديميتسين هناك بعض المضربين لا يريدون ترك زملائهم لكي يعني يفوتوا لأكزامان امتحان تخصص وهذا الإعلام لم ينشره هذا خطير جدا كيف أنت حر لماذا يقولي قلة قليلة قلة قليلة لا لا ليس قلة قليلة ليس قلة قليلة هذه الأمور لسنا نسلط عليها الضوء لسنا نسلط عليها الضوء عارف مشاكرة شفت ما حال كانوا هؤلاء الأطباء هنا بالإحتجاجات أعداد كبيرة خفيرة لا لكن إحتجاجات ولا الإحتجاجات تحام في وهران سمحني سمحني لما تطالب بحقوق لازم تكون كذلك لازم أن تنظر إلى واجباتك أنا لما أتكلم مع كل الإحترام هذه أكين هؤلاء الأطباء وأنا وساندهم في هذه مطالبهم الاجتماعية وكل جزائي لكن بطريق شوفني أنت المستشفيات الجزائرية نرى الآن لما أنا أقول لكم صراحة أنديش لما أرى الإضرابات نرى تقريب 20 طبيب و15 طبيب بينما هذا ما يخيط نرى وإحنا المستشفيات الجزائرية لا تكلموا عن المعاملة لا يصبح نجد ماتريال عندهم الماتريال لا تكلم من الماتريال لا تكلم عن الماتريال لا 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 سمحني لا لا استيعرف الماتريال يجب أن تتكلم عليه الطبيب اليوم لا تقطعني مرهوم طبيب قبل 2000 سنة يجعل حشية شويرية الطبيب اليوم تكنولوجيا لا لا شوف يا سي عرف مشاكرة يا سي عرف مشاكرة وأنت قادم من أوروبا صدقني شوف أنا خطرة بعثتولي صور لقاعة عمليات في فرنسا أنا شفت الطبيب يعني المريض وكأنه رح نيفلش يوديمه كلش عجهزة لا لا مش مشكلة هذي يقول لها بوقت للسال أنا شوف شوف أنا أختي في أمريكا ينورش يعمل أكبر الجراحين في العالم لا لا تعرف هي أمريكية عايشة في أمريكا لم فهم نحن في الصحراء راح لهم الضوء حتى لو بتريبوناتي يدير الضوء هذا كلما تحب صلت الضوء على حاجة سوداء هذا اللي در عملية جراحية معقدة بذو تعتليفه أنا أختي من أول المختصين اللي در عملية جراحية بساتيريت في تسعة وتسينيين وكلنا جيهنة قولها در بساتيريت دعيني فاهمت ماذا نقول طبيب جينيراليست لا لا نتكلمه لنا ما عليك صح هذي كل شيء اللي تقوله منها صح جينيراليست شوف جينيراليست هي معاملة الأطباء هي معاملة إنسانية نشوف فيهم في أوروبا لما تدخل ممرضين خلنا لا نخليني شي كم جينيراليست يبقى مسكين يتوب لا لما يدخل نروح نشوف المستشفيات لا لا نخلتيني شي يكمل فكرة لا نخلتيني شي كلمة فقط أنه لما تذهب إلى المستشفيات الجزائرية والله الكل ما يشتكي والرحمة الأطباء اللي رأي نشوف فيهم بالفاميل بالترنتميل لما نروحوا للمستشفيات والله ما نشوفهم نشوفوا بقليل من مرضين نشوفوا أنها طابورات يجيوا تقل نس صاخطة على التعامل التعامل الإنساني أولا لما تكون في سلك الصحة حسيدي وزارة الصحة للمسؤولية القطاعية جمع. لا. هذه ليس. أنا طبيبا الجنراليست لما تقول لي أنت ماتريال. طبيبا الجنراليست ما يحتاجش ماتريال. ما يحتاج ماتريال. لا 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 احتاج معامل. اذهب بالحروس. الطبيب ليش بالحروس. لا لا مش بالحروس. ما تلعبوش على على منطق السيمسي. لا لا منطق. منطق. أين هي التعامل؟ هل رأيت أنت جزائري جزائل أنه راضي على المعاملات في المستشفيات؟ حمزة بركاني قال لكم قبل المطالبة بالحقوق. ودائما إضراباته. ودائما يعطونا حقوقنا الجزائري ما يقومش بواجباته. قم بواجبك ثم طالب. واشتعد لك؟ شوف سيد الكريم. احنا مدام فتحنا هذا القوس يعني. وهي نقطة مهمة جدا. قبل ما تطالب اي فرد في اي دولة وفي اي بلاد. باش يقوم بالواجبات نتاعه. لازم تمنح له حقوقه. لازم توفر له الجو المناخ الملائم. مثلا كي تطلب بنت من الطبيب او الطبيب المقيم او الطبيب المحاضر او البروفيسور. تحسين مستوى الصحة او رفع من مستوى الخدمات السحية. هو اولا ليس مسؤول عن قطع الصحة. وليس مسيرا لميزانية مستشفى. هو اصلا من المخجل يطلق اسم مستشفى على هذه المذابح. مذابح. الموجودة حاليا بهذه المواصفات هذه. كنت تكلم على المنطقة. المنطقة يكون يوصل لهذه المستشفيات. ولهذه الخدمات الرديئة و buradaFrame наход... ينطعر. حقيقة انها رهي كارثة. وهذا المشكل هذا ماهوش يعني مشكل من اليوم او من البارح او من الشهر اللي فتا او من السنة اللي فتا. هذا المشكل هذا رعمال الاستقلال. مشاكل تعال خدمة المدنية. مشاكل تعال خدمة العسكرية. مشاكل تعال اطباء المقيمين. مشاكل تعال منح الشهادات. انت تحكم الطبيب المقيم كراهينة. وتسجن له الحقوق وتسجن له الشهادة انت بعد تقول له قوم بخمس سنوات خدمة مدنية زي سنة خدمة عسكرية قوم بالخدمة الليلية قوم بالمدومة أدنا شروط النظافة والأمن والصحة ما هيش متوفرة للطبيب أو للإطار السحي المتواجد في أدنا مصلحة استعجالات في أقرب مستشفى هنا في العاصمة التي تتوفر على ثلاث أو ربع مستشفى جامعية كيفش نتحدث على قاعة علاج أو عيادات متعددة الخدمات أو مستشفى جامعية مثلا المستشفى الجامعي بقسنطينا يستقبل مرضى 15 ولاية في شرقنا شرك نهار العيادة يدارها بالأحمر في غليزان وغلقوها صدقني فيها واحدة تكنولوجيا أكثر من أي مستشفى جامعي في الجزائر الأمر اللي رأيه الصارح حاليا أنهم يوجهوا في الناس على مضب وبالإكراه للمستشفى الخصوصية مستشفى الخصوصية في الجزائر أو عن جيران التوالسة أو اللي رأيهم ميسوري الحال اللي رأيهم يتوجه لتونس أو لتركيا عندهم مستوى معيشي متوسط أو عالي والناس اللي عندهم مستوى دخل محدود الأجر القاعدة الأدنى ما يقدرش يوفر لك الحليب والخبز كيفش رح يوفر لك يعني العلاج في مستشفى الخصوصية وهذا المستشفى الخصوصية رأي تتكاثر كل فطريات تلقى نفس الطبيب يشتغل اليوم لا لا ما يفخرش الحليب والخبز هذا كلام شعبوي تال خبزك طيش فيه فلا بوبال الفلاحة الزيبال لا 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 لكن لا تسود لا 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 استاذ مركاني معلیش كلامك كله صحيح نقدرون نتقدرون نكونش مسحد تقول انتا ماكانش الجزائر انه يجوع هذا الجزائر ما يجوعش هذه اتحداك انت وأين كان ان الجزائر يجوع هذه غير انصى لا 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 لأنه لأنه الكلام لانه الكلام هذا خطير لانه هذا كلم خطير ننشر احنا لا ننشر نحن ننتقد لنبني نجيبه مثلا نقطة بناء مسح تقول انت الحليب والخبز انت الخبز كتا يشيه في لاب وبالك انت واحد منها وكل الجزائزي هليس صحيح هليس صحيح هليس صحيح هل هل المشارك هذه ليس صحيح هل هل الزبالة الجزائريين انها والله العظيم لو كان فيه لكون فيه احترام للنعمة الخبزي طايش في الزبالة شوف لازم نقوله الحقيقة مش مشكلة كان الفساد نكب المسؤولين الفسيدين والفساد تفشى في كل القطاعات لكن هذه الخطابات الشعبوية لنبوها على العاطفة ما يلقش نسوده راح ترضلنا الجزائر الصومال لا شوية لتعملنا اذا كانت فيها امور احنا نتكلمه شوف انتك انسان شوف الله يا استاذ بركاني ما نردهاش الصومال انا نردهاش الصومال لا لا شوف برضو الصومال لا لا باديكو لا يا استاذ بركاني مع احترامي لك انت انسان مراقي ومتثقف واحترمك جدا لانه افكارك ليس تسودوية مثل الناس التي تعارض انت من ناس افكار تحترم لكن لكن سمحني خلي نكملك بركة لكن ما تقاش تهدر انت المشاهد يسمع كوكان واحدا نيترونجي واحد خارجي يسمع يقول انه الجزائري معنا مش شاكل جزائري شبعان ومكان الجزائري بيجوع كاين فيه افلاس كاين فيه كارثة اجتماعية مشاكل اجتماعية لا نخفيها لكن الان لما شوف المشاكل لما نتكلمه يقول لي حمزة حمزة بركاني فقط يقولك هذا ايضا قضيت انه الخبز الذي يرمى في المهملات وايضا تروح للمراكز التجارية تجد جزائريين اسمح لي فقط اسمح لي تجد جزائريين من كل الفئات مش مش يشراو ولا اقتنوا بضائع جيبال جيبال من البضائع واللطيب جزائري يخلصو الجملان لأ ثلاث ملاين عنده سيارة تاع مئتين مليون شعب عظيم شعب معجزات يسكوا من بيت قصديري وعنده سيارة عرب عبية مليون انا انا افهم مشي كان والله ما كان لا لا مش كلم صح هذي لا 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 لكن بنا تكلمه الحلول انا نتمنى لا 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 مشاكل مشاكل والله الجزائريين كانت طفل طفل تاع ثمانية سنوات جزائري تقولي واروح قولي وش هي مشاكل الجزائري يقولك وش هي مساكل احنا نحاوله وضرك نحاوله الان مش منسوا دوش مواقصي من رجعوش تحت النقل خلينا، خلينا سمعوه، أستاذ عارف، أسيح، أتوذر تبذير هذا رو موجود، لماذا تبذير هذا رو موجود؟ مش كامل عند فئات الشعب، أنك تشوفوا للكأس، تشوفوا الجهة الفرق، تشوفوا للجانب المملوء، ومش كامل والله يكامل مقدري، والله غير صدقني، صدقني، والله ثقافة، ما عندناش ثقافة رواندا، عاصمة رواندا، ركشفتها أنظف عاصمة العالم كيفاش مديرين، إنجورني، احنا ما عندناش أفكار عندنا مسؤولين، تشوفوا لنا نقولها معاكم، نقولها ونكون صريح مع الشعب الجزائري ومع المشاهد، عندنا مسؤولين تابعين لعصر قديم لأفكاره، أفكار المسؤولين اللي عندنا الآن، لا تتماشى مع روح العصر نعم أستاذ عارف، خلينا سمعوه، خلينا سمعوه، خلينا سمعوه حمزة، ووقت حمزة، نحتاجوا أفكار جديدة، الأفكار جديدة هذه هي اللي تلمي الشمل، هي اللي تعطي حمزة ليس لمعارقة لتنعرق الكلة عرق لهذاك، ولا نعرق لهذاك، هذه هي اللي الحديث، فقط، خلينا سمعوه، لأنه وقته راح في الأدفل شوف، هو المشكلة هذا تعال التبذير موجودة عند فئات كثيرة من الشعب، وغياب ثقافة استهلاكية حقيقة أصبح واضح وجليل العيان، هذا المشكل تعال دعم، سياسة الدعم هذا ليستفدوا منه النس كل الحليب ليستفدوا منه النس كل الحليب ليستفدوا منه النس كل بعد تقول يتوقع مشكلة، فئة ما يلحقها والو، فئة ضضع ربعة على الصباح مش تشيح لي، وفئة واحدة أخرى يتوفر لها أضعاف مضاعفة، المشكلة لو هنا، هذا لازم سياسة الدعم هذه تعاود تراجع، وما هيش سياسة الدعم تحسينين وستين، يريد تمشي فيها هذه أتمنى من المسؤولين النقطة، هذه إهدافتها، وهذا ما ندينا به، هذه الحلول، هذه الحلول نريدها، هذه الحلول نريدها، نعم، وقضية البطالة قل لك بلي كين جزائريين ينضلع على الوحدة ولا عطناش، وبعدين يقول لك ما عندش زهر، والدولة ظلمتني، ورا حقرونا يا صديقي، يعني الجزائر يبدأ يشكيلك، يعني تمكي، لكن الواقع أنه هو مناظس، ما بكرش كما بكر بباعش كرة الحليب من كما قالت السعار هي بعض الحقيقة مرة، نحن في اللجنة الوطنية للدفاعين البطالين نقدموا أرقام، نقدموا حلول، ونهضروا واحد ما يسمعنا، لأنه ما تحصلناش على الاعتماد، ما تحصلناش على الإطار المنظم، والوقت والحيز الكافي لباش نتحدثوا على هذا الأمور هذا حقيقة هناك فئة من المجتمع متكاسلة، فنيانة، تبتاكل، كائن كائنة طفيلية، يستنى بباه يعطيه، يستنى متعتيله، يستنى أخطوطه راح تقدمه، وبعد ما يقدمش حلول، ما ينوضش الوقت، ما يقدمش المطلوب والمرجو منه، لكن المشكل دائما يرجع المشكل يرجع دائما للنظام السائد، نظام الحكم هذا اللي رأوا يمشي من 58 إلى 58 يوم من هذا ها تحب النظام هذي ينوضك على 18 سباح ليب لا نظر، شوف شوف شوف، الدول باش نوضت، الدول المتطورة، والدول اللي دارت حضارة، فرضت على الناس نمط معيشة معين، دارت النظام قاسي، وفرضته على جميع الناس، حسنت التعليم، حسنت الصحة، حسنت الشغول، ومن بعد قدمت الحقوق، تقدمت البديل اللي مطلوب، بعدين بحثت على النتيجة، نعم، نحن البديل مكانش غياب استراتيجيات فلاحية، زراعية، صناعية، تجارية، اقتصادية، ما عندناش أصلا اقتصاد، بعدين أن نطالبه من هذا الشباب هذا يعمل بهذا الآليات، ولا بهذا الاستراتيجيات الضعيفة والرديئة اللي موجودة، حقيقة الأغلبية، نحن يرفضوا، نعم، سيح مزا بركاني، سيد خنيا روح الفاصل باش ما نقاط عكش سيد عارف، شكرا مشاهدين كرام، فاصل ثم نواصل النقاش في نقاط أخرى لا تذهبوا بعيدا ثاني من حلقة البلاد اليوم طبعا ضيفايا هنا كل من السيد عارف مشاكرة الكاتب الإعلامي أهلا بك سيد مشاكرة مرة أخرى وأيضا سيد حمزة بركاني الناشط الحقوقي المدافع عن البطالين أهلا بك سيد بركاني مرة أخرى سيد عارف مشاكرة لو أبدأ معك الجزء الثاني ترى لو كان فعلا هناك هامش كبير للسعادة وأفق كبير للسعادة في الجزائر هل كنا لنرى هذه الأفواج الكبيرة من الحراقة تنطلق مجازفة عابرة البحر؟ وحتى هؤلاء لرهم يحرقوا بصورة شرعية بالفيزا عنده فيزا سياحية يروح ويهرب هل فعلا هذا المشهد الطارد للسكان يبين فعلا أنه فيه بلد سعيد وعنده السعادة؟ نعم أولا أشكرك على السؤال هذا مهم جدا ونتمنى المشاهد أن يتابع الكلام تاهي ويفهمه فقط لكي يعرف المشاهد ويعرف المشاهدين الكرام تلك القناة المحترمة أنه هذا المؤشر السعادة ليست الجزائر ولا مراكز كما نقوله إحنا جزائرية أو منظرة أمام المتحدة وكان تابع الأمام المتحدة في 85 يعني ما هيش احنا مثلا يقول لك أي السلطة يتبيض في صورتها أو مؤسسات جزائرية يتبيض في صورتها الحمد لله فقط لكي يعرف المشاهد أن من يعني صنف الجزائر أنها من الدول السعيدة ليس للجزائر ولا السلطات الجزائرية ولا المؤسسات الجزائرية ولا مراكز تابعين كما نقوله إحنا للسلطة الجزائرية فقط هذه تابعة للأمم المتحدة يعني حاجة لأن المواطن الجزائري والمشاهد كل ما يأتي من الخارج كلامه مثل القرآن يعني فقط الوضع نحن خايف عندهم يدروا تصويت حول السعادة هنايا والتحلك المركز الأول أسعدهم الأفلان مثلهم الأرندي لا لا هذه أسما الإفلاس السياسي موجود نعرفها هذه تعالنا نسل لأنه الامتيازات هذه وجوه الإفلاس عند المولاد والمعارضة معروفين ذي يوسيئونا للرئيس ولبرنامج الرئيس للجزائر يعني من حيث بغير علمهم هذا ما نرى نشوفهم السياسيين عرفناهم الآن ومجتمع الجزائري الآن وشعب الجزائري ثم بالأنهم سياسيين كمولاد كمعارضة لكي لا نكون منافقين أنهم أصبحوا الآن يجذرون يلهثون وراءة امتيازات وشاهدنا يعني الناس رائعين يقولوا وبدلا خمال من عباس أدعى ودركز قلتك الجزائر خرم من أمريكا خليم فهمك ووالي العاصمة قلتك الجزائر العاصمة خرم من باريس تدني تدني وش أول انطباعي جي هي شوف هي كل واحد كيف هي تبنو أنا دورتها هكذا هكذا ما بنت ليش لأنه قال كيين كثير شفت على شبكات تواصل اجتماعي لكي أكون منصفة أعطي لحقه قال لهم قال ولد عباس قال لهم كنا نشربوا التاي والقهوة مالحين صخروا منه لأنه كان مشكلة على كومينيكيشن مع لبلهمش الناس لكي نقول مشاهد أنه في وهرم كان الممالح ولوهرنا على بلهم بيها وفي الغرب هنما على بلهم بيها وانت تؤيدني وانت على بيك وتحية الماء جاءت من وقت شاكيب خاليلي كيين منصف حق يعني الرئيس بوتفليقة لما داروا فخمت الرئيس لما داروا في برنامج تاعو وشاكيب خاليلي داروا مراكز تحلية كانوا في وهرم لما يديروا الماء كان مالح عند الوهرنا كيين يشربوه في الغرب هذه قصده لكن يحاولوا دائما يأولوا وش يقولوا مسؤولين كيين كثير كيين هناك أكلم لكن عندنا مشكلة في الكومينيكاسيون كيين ناس تأخذ هذاك الكلام ودعض كيين يقول لك البلحة شفتهم يسخروا في الموقع التواصل الاجتماعي يقول لك أول داعباس قال بليرانا كنا نشربوه في القهوة ويسخروا منها بطريقة منحكيك صحيح في وهرم كان المامالح ولوهرنا على بلهم ونصف الغرب على بلهم كان المافي وهرم مالح كانت يجي مالح وقهو يجي مالحة شوف كيف خلين تصريحات سيود عدد بسنة شوية مالحة لا لا هي تصريحاته هو تصريحاته يتقيق قتلك هذو من المسؤولين الكبار هم يتمشون بطريقة تتواصل قديمة والجزائر والعاصمة خير من باريس لا لا ما قلناش العاصمة خير من باريس أو باريس خير من العاصمة هذه احنا عارفوها انا عايش في باريس وعايش في وزارة فهمني فيها هاي هل فعلا الجزائر العاصمة خير من باريس شوف باريس خير من الجزائر العاصمة وجزائر العاصمة خير من باريس ما تقولش لي انها بلادنا لكن نحكمها أغني العاصر لأنها بلدنا لكن بموضوعية لما نتكلم لك أنا عايش و نعرف لك هل غربها بش نفهم باريس لو نروح نجب لو ملينا لخصتر صباح نصباح رخ لخصتر تلك الحليم لا لا خليني نهضر معك باريس أنا قدام المرة درت حتى فيديوهات للنس للنس يدوين دائما الصورة هذيك البلنق بلنق لباريس لكن لدوسيو تاع باريس درتها المرة الأخيرة فيديو في 24 ساعة شاهدوا أكثر من الزمين لا لا مش اكترقتها كثير من الكاسوسيو عايشين بالإعانات الكاسوسيو كين الضرائب هذه كين أمور يعرفوها الآن الجزائريين الكثير لأن المختاربين يعرفوها وأصبحت هذه الأمور يعني ما تقدرش تخبيها عن الناس على بالهم كين أمور هنا في الجزائر تقدر تقعد وتخدمش وتعيش كين الناس بيختموش يقولك بالطالة يلبس طيان ويلبس منها هناك لا أبخلوه لكن في باريس لو ما تشتغل ما تاكل لو ما تشتغل ما تسكن لو ما تشتغل ما تكونش عندك بيت تولي SDF المهم هذه مشاكل ما ندخلوش فيها نتقذني أنه شوية كين فيه حساسيات وكين فيه طريقة العاطفة احنا لما نتكلم ونتكلم فقط أنا نتكلم لكي أعطي حلول وأعطي رؤية وطنوير عقول لكي نفهمو كيف أنتماشاهم عروح العصر هتدني الخطاب السياسي اللي ركتكلم فيه صحيح الخطاب السياسي المسؤولين الآن لا يتماشى مع ما ينتظره الشباب لي كما مثل الأخ وأنت وأن هذا ينتمشى مع روح العصر صحيح الخطابات التحم الشعبوية وذلك الشعارات الرنانة أكل عليها الظهر وشرب الآن نشوفه الكل يختفئ يعني يتخبى وراء برنامج الرئيس الآن يقول كنا نتبق في برنامج الرئيس الشمهورية وهو ليس السؤال هل أنت تطبق برنامج الرئيس الشمهورية ماذا قدمتك شخص للجزائر وماذا قدمتك نجاحات بالنسبة لبرنامج الرئيس الشمهورية سأعني أعني أعني سؤال أيضا سيد حمزة بركاني حمزة بركاني يقول لك البعض أنه هل فيه دولة في العالم توزع السكنات مجانا سكنات تعسل سميار بعميات خمسمية مليون أحيانا قيمتها في العاصمة وفي المدن الكبرى تكون أكبر أكثر من مليار توزع مجانا مجانا يا مواطن ربما أستاذ عارف مشاكر أنه يعيش أوروبا ما معنى أن تحصل على سكن ما معنى أن يكون عندك سكن أنت تملكه هل هذا فعلا مخلص الشعب الجزائري سعيد راه مقلص مثل ما يقال شوف هو من أسباب تعاسة الفرض الجزائري والشعب الجزائري هي أزمة السكن أزمة السكن هذه راهي تراكمات سنين وسنين طويل شوف احنا الدولة نتعناها ما تقسمش الثروات على الشعب درت حقوق دستورية دستور الجزائري يكفل للمواطن تعليم المجاني السحة المجانية السكن الكريم العيش الكريم التكوين والتعليم العالي مجاني والأمن والسلم الاجتماعي بعدين أنت تجي طالب بحقوق قانونية ولا دستورية تنتظرها عشرات سنين وكأنها مزية وهو حقك حقك في البيترول حقك في الغاز حقك في المناجم حقك في الكهرباء حقك في أي شيء تبيعه الجزائر ولا تصدره للخارج بعدين هذك الأزمة على السكن هذيك رأي ولت معضلة ولت معضلة حقيقية لكن تكلموا مثلا على سكان شاليهات زلزال بومردس 2003 سكان شاليهات تشلف في 1980 حقيقة زلزال عنتي موشنت في 98 اليومين هذا ما سكنوش يومين هذا ما سكنوش بلما تكلموا يعني حديثا فقط برنامج 100 ألف سكن عدل 2001 ما زال ما تحصلوش أغلبهم على سكنتهم وكان فيهم 10% رأم تقدمه بتوعون بعدين أنت تفتح فقط قوس لمدة شهر تسجيلات العدل الثنين تتلقى 750 ألف مسجل اللي توفروا فيهم الشروط يخلصوا كثير من 24 ألف دينار موظفين يعني مدومين ومستمرين ومرسمين في ملاطق تخيلتها لو افتحت هذه الصيغة السكنية أو صيغة أخرى للمدة طويلة راح تتلقى ملايين من الطلبات وملايين من الطعون وملايين من التسجيلات وهذه البيوت هاي يعني الهشة اللي كانوا في العاصمة في المدن الكبرى تم تحيلهم يعني لك في المقبل نرى أنا نشوفه هي عمليات تحيل يعني لقصه اليوم لما تتجوه في العاصمة يعني قليل أو من النادر أنك تشوف بيوت قصديرية شف هل هي حقيقة؟ هل هي حقيقة هل هي أخو يعني؟ شف شف المطلوب والمرجو والإمكانيات الموجودة ما حققتش المطلوب والمرجو في عملية الترحيل وصلت العملية لأسبوع الفارط قبل العطلة عملية الترحيل رقم 21 حوالي كانوا منحوا حوالي 30 ألف سكن 30 ألف سكن بالنسبة للثنين مليون طالب سكن داخل العاصمة 30 ألف سكن هاو بأذرها غير الفم هذي 21 شوف فمك قلتا 21 عملي الترحيل 21 عملي الترحيل 30 ألف سكن رأي 30 ألف سكن 30 ألف عائلة يعني 30 ألف عائلة رأي تقريب رأي مدينة كاملة 20 ألف واحد ما يقابلها ما يقابلها فالمقابل انتحها ثنين مليون طالب ثنين مليون طالب على السكن تم نحنة 30 ألف سكن رأنا متأخرين ومتأخرين ومتأخرين لا ثنين مليون طالب لا لا كلا نلعب 30 ألف طالب في وليت الجزائر العاصمة مثل أمشى الأرقام لأنه عندي الأرقام أنا مطلع الأرقام 30 مليون طالب هي في جزائر كاملة أنت تكلم في الجزائر العاصمة لا لا في جزائر العاصمة ما كاش 3 مليون هيا شوف شوف يا أستاذ بركاني لا 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 هيا الطلب هذا وليس الآن رأوا منذ السنوات 30 مليون طلب لا 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 و30 ألف سكن هذي سرباها الولي لوح مؤخرا فقط كما قلت وأنت وإعترفت زوخ زوخ في 30 ألف سكن يعني بش مانا بش مان غلطوا لا لا انت اللي رأك تغلط في السنوات لا لا شوف كاين 8 مليون عائلة هلا بكين تزير كيف 40 مليون لا لا كاين 40 مليون جزائري ثبت روحك عنك الأرقامة شوية لا شوف كاين 8 مليون عائلة عباك وش مع أنتها 8 مليون عائلة 8 مليون عائلة لما تزيد تربها في ربعة رأي تقرب 40 مليون تسمى أنتك تهدر بالرأم الجزائري هذي لكم عائلة فيها ربعة من الناس ربعة أفراد رأي مع أنتها ربعة من الناس صح صح أرقامك يا أستاذ حمزة يا أستاذ حمزة نتكلم معك رياضيينك ماكش إنسان ماكش طالب ولا ماكش قاري ثمانية لما نقول 8 ملايين عائلة يعني في الرياضيا أي عائلة لموينة تأكل عائلة لا يقدر يكونوا ربعة أفراد خمس أفراد لما تقول 8 ملايين فوا خمسة قده تولي تولي 40 مليون نعم يعني أنت تتكلم لا لنا لا لكي يفهم الموضوع آخر لا لكي يفهم الموضوع آخر علم إلى الموضوع المقطع 40 مليون جزائري نمساكلين لبرة طلبين خلينا خلينا رحي الموضوع آخر تكلم على زوز ملايين نعم زوز ملايين طلب زوز ملايين طلبت زوج زملاء نطلب سكينا العاصمة زملاء نطلب عليك وش معينك زوج زملاء نطلب رايي في الجزائر العاصمة فيها مليون ونص ساكن مشبير فيها مليون ونص سيدي عطلية عصيات رايي مليون ونص مشبير هذا ساكن ومش العائلة حلينا نروح الموضوع آخر نعم السي عارفة مشاكرة لو أعطيك الآن معادلة معادلة السعادة اللي لو تحسبها من اليسار الى اليمين من اليمين الى اليسار من الاعلى الى الاسفل مسرح تستنتج انه فيه سعادة لحد الادنى للاجور في الجزائر اش حال الادنى سمال باس من 1000 دينار مليون وثمنا ثانية ناسم الاجور الاجور يدرب عليها في دينار هذه عار عار في مشاكل عار في مشاكل عندي لك سؤال شخصي ونطرحه عليك عار كبير على المسؤول يرون خلي المعوق واو طالب من هذا المنبر ان تدرس هذا المنفذة المعوقين لكي ترفع اطرا لك سؤال هو شخصي في اطار الموضوع انت اليوم تغذيت حال خلصت 8000 دينار يعني قيس ما يخلص هذا المعوق شهرين ورا هي السعادة القالي السعادة هنا يعني قتلك اهراني يعني نهدر بزاحتك لغداء لا لا نهدر بحاك يعني نهدر بصراحة بش ما أنا أنا ما عنديش نفاق نهدر بصراحة كين جزائري اليوم يتغدى مثلا بثمانية لف دينار غدوة يتغدى بخمسين بغابة بمئتين دينار نهدر نعلى المعوق يعني نهدر المعوق انه هذه المرتبة بتاع المعوق انا اقولها من هذا المنبر انا تغدرت بينسل اسمي وانا سيدي كيما يقولون الناس انا ولد الدولة ومحسوب على الدولة سيدي ما عليش نمشي في سيقنا عار كبير في دولة مثل الجزائر انه معوق يتقضى بربع الف دينار جزائري عار وعار كبير جدا ووصمة عار على اي واحد لا يعمل على هذا الملف لكي يرفع من يعني كيما نقول احنا من المستوى المعيش لما يجي كذلك الاجنبي يقول لك ركب متخلفون في مجال السعادة وانه السعادة رهي في طريق هذي انتم مركم في هذا الطريق ارى وعنده الحق عنده اشيرات عندنا الاجور هذي الفئة الهشة نعم عنده مقبل لا 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 كين فيه تناقض هذا الاجنبي قبل قليل كنت تقول بلا رأي يقول الجزائر هي بلد سعيد والان تقول لي انه في الخمسة وثمانين لا لا للمهم هذي قلنا ما كاسب لازم نعمل عليها لازم نلتفه لازم كذلك هذي المتملقين وانا النداء اللي حاب نديره والحلول اللي لان نتكلم عليها انا انسان باحث وانسان تع ميدان لما نتكلم نتكلم مادم العزوف هذة الاطارات وتعال وتعال الكوادر وتعال الناس الكفاءات الجزائرية لتهضر من اهل يستقال وميحبوش يدخلوا لا في سياسة لا يدخلوا في دولي بالسلطة لا يدخلوا في دولي بالسياسة في الاحزاب خلاوا خلاوا المجال للصعاليك لرنا نشوفوا فيهم الان في الساحة صعاليك بمعنى الكلمة سواء كانت في الموالات ولا سواء كانت في المعارضة انا ونادي الاطارات والكفاءات الجزائرية ضحيوا احنا والدينا والدينا اخي ضحاوا بحياتهم وماتوا ومدوا دمهم من اجل الجزائر ربي يرحم انا مطلب منهم غير يشاركوا سياسيا واحد الطبيب تاخدر ما يقولك اه انا ما ندخلش في سياسة انا ما ندني بالعكس انت لما تستقل وتخلي التناء اللي هاته يصعى عليك وتخلي للانتهازيين هذا الميدان كيف تحب غدوة انت بلي راه يتدي حقوق وكيف تحب بلي راه اذا انا نداء من هذا المنبر الى كل الاطارات وكل الكفاءات ديروا غير يشوف يخير الله سبحانه وتعالى وش قالنا احنا مسلمين يقول كذا منكم اراء منكم مثلا مثلا كيف نقوله احنا حاجة منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبليساني وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان هذه الاطارات تشوفها مع طباء تقوله تدخل تنخرط في احزاب تنخرط في سياسة ما تخرطوش يخليه غير غير تافيهين لنشوفهم الان نواب وكان الكثير من نواب نعم سبتكرا انا نقول لهم ادخلوا ضحيوا على بالي بنرهم يسبوكم وعلى بالي بنرهم يحاولوا يشوفكم لان هذه هي طرق خليني باشي نفوت المنصاج الرسالة التي يجب ان يسمعها الاطارات والكفاءات والشباب الجزائري الشباب الجزائري ننتجه لهم نقوله هذا وقتكم وهذا كامل لازم تنخرط في العمل السياسي والعمل رح نرح سؤال في نهاية الحلقة كيف يمكن ان نكون اكثر ساعدة لكن قبل هذا اطرح السؤال على سي حمزة بركاني حمزة بركاني دائما ما احنا في الجزائر موالاة تدافع عن انجازات ومعارضة تسود الانجازات وتقول وتقول لكن في النهاية حتى هذه المعارضة ما عندهاش مشروع بديل ما عندهاش مشروع فقط المعارضة في الجزائر تنتقد تسود تشيطن تصفلك حالة الجزائر وكأنها يعني في حالة ما لبليش حروب ودمار وفقر وما إلى ذلك لكن لا يوجد هناك بديل حقيقي لا يوجد هناك مشروع حقيقي جدي اين هي المعارضة من هذا اذا كنتم تتاهمون السلطة انها اساسا في البؤس واساس في تدني مستوى السعادة فالمعارضة ابأس واكثر بؤسا واكثر مشي وجه خير عن الشعب الجزائر شوف سيدي المحتر قدام رأك فتحت هذا النافذة ما يجمع المولد والمعارضة هي السياسة والخطاب السياسي هذا الخطاب السياسي اصبح رديء وهذا سياسة البريكولاج اللي تنتهزها السلطة والنظام الحاكم خلا ثغارات تشابه البقر علينا شكولي راه يتكلم في الحقيقة وشكولي راه يتكلم بغير الحقيقة لكن فيه بقر اسمان من بقر يعني مهما تشابه هو مشكلة امكانيات كان امكانيات عن جماعة المولد هي ما كانش عن جماعة المعارضة بصح هذا النظام الحاكم او السلطة الحاكمة هي خلت ثغارات وثغارات كبيرة وكبيرة جدا اللي راه يمد في الخطاب السودوي فارضا نسود الوضع وسود الخطاب وسود صورة الجزائر في الداخل وسود صورة الجزائر في الخارج انت ما عندكش البديل الحقيقي والقوة الحقيقية والقوة الضاربة اللي تردع ليه رك خليت له مجال وخليت له ثغرة لنطمنها يعني في كل وقت احنا رانا نتكلمه دايما عن التعليم على قضية التسويذ اللي حتى سيعرف مشاكلة جانب للك حل ما فهمت شعلا هناك حل نعم اتوضل سياسة البريكولاج هذه سياسة البريكول اللي سائدة في السياسة وفي الخطاب السياسي او في البرامج انت على الاحزاب تعال الجمعية تعال المنظمات حقيقة دخلتنا في دوامة هذا الدوام هذه خلتنا دايما تحدثوا على التعليم على التكوين على التعليم العالي على الصحة على السكن بلا ما نخلقه البديل القوي والبديل المسيطر فلاحيا زراعيا صناعيا اقتصاديا تجاريا ما عندنا اقتصاد ما عندنا مؤسسات قوية ما عندنا بديل يعني اللي يقدر يكمم الأفواه اللي راه تسود في الوضع اذا كان مثل باريكسنطل درك الموالات راه تتحدث على أفق واعد وتتكلم على برنامج مشو فيه وتتكلم على نتائج باهرة في نفس الوقت هي اللي راهي خلات يعني المستوى تعال الخطاب السياسي يهبط ويتكركر في هذا المستوى هذا الكركرية السياسية اللي رانا فيه وهذا تراكم المشاكل والصعاب دون حل حالتها دون إيجاد حلول سنوات وسنوات 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 راه خلنا يعني حقيقة ما فهمنا الصراحة من نجي ما فهمنا الخطاب الصادق من نجي ما فهمنا الأرقام الحقيقية من نجي ورانا تيهين الشباب اليوم تايا الفرد تايا الشعب تايا ملقش روحه لأنه البديل غائب غائب تماما ورانا حيين شغل ورانا ميتين وحيين واليوم من مطلوب حمزة أنت كشاب جزائري اليوم ناشط وش مطلوب حتى نزيدوا شوي مستوى السعادة منسوب السعادة نكونوا أكثر ابتهاجا وريضا في الحياة وش لازم نديره منين نبدأ شوف هو يعني لازم يرتفع مستوى الدخل الفردي والقومي لازم يرتفع مستوى المعيشة لازم تخلق اقتصاد اقتصاد حقيقي يسيطر على جميع المجالات يعطي لي كل اللي يحقين حقه التاجر يعطي له حقه الضريب تاخذ حقها الحكومة تاخذ حقها المشاريع تاخذ حقها كل واحد يروح للمجالة بس حكي نكونوا احنا تيهين يعني حقيقة راح يستشغل فساد مستوى الحرية عند الأفراد قل مستوى المعيشة قل الأجر القاعدي الأدنى داني وضعيف جدا ما يتحصل عليه الفرض من الحقوق انتاعه في الصحة وفي السكن في التعليم في المنح السحية في المنحة المعاقين في المنحة المرأة الماكثة في البيت يعني بعيد جدا عن المطلوب والمرجو لرفع مؤشر السعادة هذا يفرض ان يتحدثنا من مؤشر السعادة راح يبدأ من أضعف مجال من التعليم من درجة الدنيا للتعليم والصحة والمعيشة والتوفر يعني محيط وجو ملائم محليا أو جهويا أو اقليميا أو دوليا نعم عارف مشاكلها نعم كيفاش يمكن ان نحل هذه المشاكل ونزيدوا ان شاء الله نتقدموا في التصنيف وما نروحوش عندنا الشبكة كبيرة من المشاكل في الصحة في التعليم في التوظيف نبكي على الأطلال لا المشاكل الآن الجزائريين كانوا يعرفوها نعرفوا بالشي لازم عنينا نديروه الآن الأمور واضحة واضحة جدا هي لازم الآن الرجل المناسب منها كان المناسب هنا عندنا مشاكل أنهم كثير الآن كنا نمشي فيها بالفاشلين لازم أنا أطالب من هذا المناسب الرجيس الجمهورية فخامة الرجيس الجمهورية أنه يقصي هذوم الناس الفاشلين اللي يراهم على عدة يعني كما يقولوا احنا عندهم عدة مسؤوليات ليتخفى وراء ليهم يختفيوا كما قلتها قبل قليل وراء يقول كنا نتبق في برامسو لكن قلت أهل أنت ماذا قدمت من النتائج داعك اللي تقول يراني يقدم هذوم يضروا يعني بالبرنامج أكثر ما يخدمونه الآن هي لازم الكفاءات اللي تكلمت عليها هي التي تكون هي اللي تقدر تخدم هذا البرنامج الرجيس الجمهورية هي اللي تقدر تخلق الفارق الكفاءات الإطارات الشباب هم الآن الآن روح العصر نحن في 2018 الأفكار لازم شوف أقولها وأعيدها العالم ميل زومي علماء السوسيولوجيا وشي يقول لك يقول لك الديمقراطية هي حاجة حتمية على الشعوب لكن الديمقراطية هذه لازم تهيئة المجتمعات تهيئة المجتمع المجتمع كيف تهيئة يعني تبني الإنسان لازم مشروع لبناء الإنسان احنا عنا الثقافة في المجتمع انتعنا ثقافة كارثة فالتربية لنشوف فيها تمشي وتنحدر إذن نقوص الخطر ونقوص الخطر ليش بأن يدق خاصة أنا يعني نأكد عليه نأكد عليه وأطلب منهم أنها أمانة في أعلاقهم الشباب الجزائري والإطارات والكفاءات ما تحشموش ما تخافوش ادخلوا انخارطوا في السياسة بلاستكم كيفية واحد كادر واحد إطار واحد قاري واحد عنده وعنده معرفة وعنده لأخو يخلي واحد تافه حكم مسئولية ومسيطرة على أحزاب ومسيطرة على دوليب السياسة وهو يقول كلا ما ندخلش هذا هو المشكلة إذن إذا كنت ما تلومش خلينا لا لا كيف يمكن هذا العصفور السغير وانا عصفور صغير معادينا عصفور يعني جذوره في العرب لا لا هذه 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 أفكار سيئة أو أفكار سلبية هذه أفكار سلبية تروح تهدر أنا عرف كثير من الإطارات هذا مضحي لازم تضحيات لأنه موش يديروا هذا من الناس التفيهين والصعاليك وهذا اللي نشوه فيهم سواء كان في الميدان الإعلامي في الميدان السياسي في الميداني كثير موش يديروا يشوهوا صورة هذا من الناس يوش يقديروا يخافوا الناس متحبش الكشفة الجزائري يحشم المشاكل يحشم تشويه صورته لكن هذه أعتبرها تضحية من التضحيات الرسول صلى الله عليه وسلم نشوف برقودك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وصلوه في عرض ووصلوه في أي شي يحاولوا يسودوك صورت يحاولوا يعرقلوك لكن قاتل قاتل مثل ما قلتش قاتل هزوا السلاح ولا دي الحاجة والدين هزوا السلاح وراحوا مدوا حياتهم أنت قاتل بالكلمة قاتل بالمشروع ما تخليش براصل بالتافة أنا سلم تعلق صغير الحمزة ما تخليش المجال مفتوح حتى أنت كشار جزائري المجال لا يفتح لا يترك لك المجال يا أستاذ علي هل نسمعوا لا فقط كلمة أخيرة كلمة أخيرة المجال لا يفتح لك النصر لا يعطى لك النصر أوي نار سيتواكل اللي تأخذ النصر حمزة فعلا يخلوك المجال أنك تقدم أنك تبادر أنك تظهر في الساحة شوف الله حقيقة يعني باش نتكلمه بكل موضوع صراحة المجال له مغلوق الفرص ضئيلة ومنعدمة تماما صح كين أمور تمنح كين أمور تمنح وكين أمور تكتسب نحن هذه المكتسبات هذه اللي الناس يكتسبوها مثلا في خمس سنين نحن كتسبناها في 56 سنة من الاستقلال ضئيلة وضعيفة وقليلة جدا الساحة مغلقة تماما العمل السياسي والعمل النضالي والعمل الحزبي والعمل الجواوي حكر على الموالد في غيابة معارضة قوية ويقض دايما كما قلتها للرفيق قوة السلطة من قوة المعارضة البدائل أصبحت غائبة والمجال لا تشوف فيه كيفاش مزدود ولا يعني ولا حلول في الأفق بين تعني قصير قبل أن نختم أستاذ مشاكل أنا قلت أنا قولها وأعيدها أو شاب جزائري من الميدان من الميدان وأحترمه هذه أنا نقولها هذه الوجوهة التي نريدها أن تكون لتنتقد وتهضر عن المشاريع ولها الأفكار التي تتمشى معروح العصر ليس الأفكار الشعبوية أو التافية أو الناس التي تهضر لتهضر لمعارضة السلطة هذه الناس التي تقدم حلول لا أقري أنا أختلف معها في بعض الأفكار لكن هذه الشباب اللي نحبوهم إحنا الإطارات وأحييهم ومن هذا المنبر نطلب نزيد نعاود نطلب على الشباب وعلى الكوادر ادخلوا شاركوا لأنه الجزائر ليس احتكار على البعض وليس للبعض فقط هذه اللي راح اقولها لهم ضحي أشكرك جزي الشكر عارف مشاكرة الكاتب والإعلامي كما أشكر أيضا حمزة بركاني الناشط الحقوقي المدافع للبطالين أشكركم جزي الشكر على كرم المشاركة كما أشكركم مشاهدينا على كرم المتابعة سلام الله عليكم